المترجم للقناة أهلا بكم في نشر تخبار الراي أصحبكم خلاله محمد السداني والبداية دوما بأهم العناوين إذا بديت من رأس الهرم والله المواطن يعطيك عينه الأصلاح الحقيقي هو في إدارة صحيحة نحن نريد أن يكون العلاج عنده اللي يفحص هو اللي يعالج تصريحات العجز تثير عاصفة النقد والعين على تنويع الدخل نعرض خطة متكاملة بالنسبة لتحسين مربوطة بجدول زمني محدد خطة حكومية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال في القادم من الأيام الصحة تشهر سيفها ضد البيروقراطية وتبدأ بالمكاتب الخارجية حفل مسابقة حفظ القرآن السنوية تتوج بحضور ورعاية أميرية الكويت مع التهدي العراقية حول قضية ممر خور عبدالله المائي نرتقي بهذا النشاط ونحاول أن نعزز دور هذه المنظمة داخل المدرسة وفي النشرة الأمريكية تحتفي بمتميزية الخدمة المجتمعية فيما تتواصل تداعيات ما نقلته صحيفة الرأي حول العجز المرتقب للميزانية العامة للدولة بعد سنوات خمس في حال عدم المواءمة بين استمرار انخفاض أسعار النفط والتعثر في إيجاد مصادر بديلة للدخل طلب عدد من النواب في تصريحات للرأي الحكومة بالبدء بنفسها أولا من حيث ترشيد الإنفاق ووضع استراتيجيات بجداول زمنية محددة لمعالجة أي عجز متوقع في الميزانية بدلا من تطبيق سياسة التقشف والترشيد على المواطنين وسط إسراف حكومي يحتاج إلى ضوابط عدة أمس في اللجنة المالية كنا نتكلم على موضوع نحن مقدمين أكثر من اقتراح بقانون على موضوع الرسوم والكلف المطلوبة سواء ما يكهرباء أو غيره فوزير النفط طلعت أن يقول إيه والمواطن يجب أن يكون عنده ثقافة استهلاكية قلت ابدأ بنفسك يا حكومة ابدأ بنفسك يا حكومة لما تقول أبي ثقافة استهلاكية إذا بديت من رأس الهرم والله المواطن يعطيك عينه لكن لا تبدي من تحت من عنده وتقول لأبيك أنت يكون عندك الثقافة الاستهلاكية للأسف يعني لما نأتي وتتكلم الدولة ويتكلم محافظة البنك المركزي مشكورا يعني عن حالة الدولة لكن الإصلاح الحقيقي هو في إدارة صحيحة الإصلاح الحقيقي لما تبدأ في إيقاف الهدر في المصروفات المنح اللي توزع يمنا ويسرى لا الكويت فيها فيها فعلا وفرة مالية فيها فعلا يعني هناك إمكانيات حقيقية لكن الكويت تحتاج فعلا إلى إدارة اقتصادية إلى يقولون تنويع مصادر الدخل بس هذا تنويع مصادر الدخل من خمسين سنة ونحن نسمع تنويع مصادر الدخل ماكو شي حقيقي مافي يعني خطوات حقيقية لهذا التنويع نركض على المواطن وجايب المواطن والكهرباء والماء والبنزين والكلام هذا مو صحيح ولا هذا راح يسد الموازنة قدر ما تسدها إيقاف الهدر في المصروفات محاسبة المفسدين أنا أتطلع إلى دور أكبر للبنك المركزي مو فقط بتوضيح الحالة المالية والنقدية للبلد إنما بالمساهمة في وضع الخطط مع الجهات التخطيطية في البلد يعني يجب أن يكونوا جزء فاعل من هذا الشي بما معنى أنه لما يجيني المحافظ المؤقر الهاشل ويعرض الحالة المالية ويقول وضعنا ما هو زين أولا لازم يقولي شنو هو الوضع الزين وما هي خطواته للوصول إلى هذا الوضع الزين وقت شكثر يحتاج المشكلة لأنها ما هي واحدة من مهام البنك المركزي وضع هذه الخطط وبالتالي وضع دراسات لها هو فقط يشرحه وكان وضعي موزي العلاج مو عندي نحن نريد أن يكون العلاج عنده اللي يفحص هو اللي يعالج وفي المقابل لقى تصريح محافظ بنك الكويت المركزي خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول عجز الموازنة لاقى ترحيبا نسبيا لجهة ضرورة البحث عن حلول غير غير أنه واجه بعض الانتقادات من بوابة مخالفته لوثيقة الإصلاح الاقتصادي محمد الحياري والتفاصيل بلغة الأرقام تحدث محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل عن الاحتياطي العام للدولة قارعا جرس الانذار من كون الاحتياطي لن يكون قادرا على سد العجز في الموازنة بعد خمس سنوات في حال استمرار خفاض أسعار النفط واقع ربما يكون قاسيا لكنه أمر مستحق بنظر مختصين ماليين أشار إلى ضرورة التوجه لوقف الهدر في ميزان المصرفات بتوجيه الموس إلى رواتب القياديين وتقليص المشاريع أعتقد أنه كلام معقول جدا بأنه يعني إذا لم يكن هناك المداخل هي نفس المداخل والإنفاق نفس الإنفاق معناتها أنت ستواجه يعني عجوزات ميزانيتنا بحدود 18 مليار مداخلنا بحدود 11 مليار يعني وبالتالي فيه فرق كبير راح يكون عندنا وبالتالي هذه 18 مليار راح يجب أن نقلل منها أنت ما عندك وقت راح يكون أنك أنت توفر بداء الأخرى أو موارد أخرى غير النفط على المنظور القريب أهم شيء أنا براي موضوع الإنفاق جانب الإنفاق هذا فورا لا بد أن ينظر في بنود الإنفاق أنظر مثلا على سمثال خطة التنمية خلينا نطالع المشاريع المخصصة لخطة التنمية هل كل هذه المشاريع مهمة يعني مثلا على سمثال في نظر آخرين لم يخرج التصريح الحكومي لمحافظ البنك المركزي من كونه بالون اختبار لقياس ردة الفعل النيابية وذلك بغيت تمرير قوانين أخرى من قبيل رفع أسعار البنزين والكهرباء وما يمس ذوي الدخل المحدود تعودنا من الحكومة إطلاق مثل هذه البالونات يعني الاختبارية لقياس رأي الشارع أو لصرف رأي الشارع الكويتي عن قضايا رئيسية أخرى هنا قضايا رئيسية يعني مؤمل مجسم الحالي أنه يناقشها كزيادة البنزين ورفع أسعار الكهرباء وسحب الجناس في قضايا رئيسية مهمة كثيرة يعني وتحاول الحكومة اليوم بعد نجاح استجواب وزير الإعلام وزير الشباب ويعني تقديم الاستقالة فتحاول أنها يعني أيضا تلهي العظام السمة والمواطنين أيضا عن القضايا الرئيسية هذه ويؤكد المختصون على ضرورة تطبيق بنود وثيقة الإصلاح الاقتصادي تطبيقا سليما للخروج من عنق الزجاجة المتمثل بالعجز في الميزانية محمد الحياري الراي عقب اجتماعه مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية أعلن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الرضان عزمه تقديم خطة عمل متكاملة حول تحسين بيئة الأعمال في البلاد محددة بجدول زمني إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل وأوضح الرضان أن الاجتماع شهد تفهما من أعضاء اللجنة لجهود وزارة التجارة بهذا الصدد والتي ستوضحها الخطة المزمع تقديمها الأسبوع المقبل الكويت تتمركز في مركز 102 على مستوى العالم وطبعا هذا المركز لا يليق بدولة الكويت ولا تصاد دولة الكويت هناك خطط وموضوع أسبوع الجاي إن شاء الله راح نعرض خطة متكاملة بالنسبة لتحسين مربوطة بجدول زمني محدد ودقيق أيضا تعرفون تحسين بيئة الأعمال مرتبط بجهات عدة وأيضا مجلس الوزارة أصدر قرارة بجميع الجهات التعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال الموجودة مؤشر البنك الدولي ليس هو المؤشر الوحيد مؤشرنا الحقيقي هو مؤشر الاقتصاد الكويتي أو شخص الكويتي عندما يمر إلى مرافق الدولة ويرى سهولة الإجراءات وسهولة تجراءات وطريقة مبسطة للإجراءات واختصار الدورة المستندية لي أصبحت متعبة عقب لقائه أمير البلاد غدت قبول استقالته من الحكومة قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود إن الأمير غمره بتوجيهاته وحكمته خلال مسيرته العلمية أو العملية لا عفوا كوزير للإعلام والشباب وأضاف الشيخ سلمان بالقول على يد الأمير تأسس الإعلام الكويتي وأرسيت دعائمه التي ما زلنا نسير على هداها حتى اليوم فكانت نصائحه دوما منار الدرب التي نسترشد ونهتدي بها لخدمة الوطن لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية كذلك رفضت الطعن بعدم دستورية قانون حرمان المسيء من الترشح والانتخاب كذلك رفضت اللجنة الطعن على عدم دستورية قرار مجلس الوزراء بمنع طلبة التطبيق من العلاوة الاجتماعية ورفضت أيضا الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من قانون جمع السلاح بشأن تفتيش الأشخاص وفي الشأن القضائي تقدم محام بدعوة إدارية مستعجلة لوقف قرار حملة وزارة الصحة لتطعيم الأطفال لحين الفصل فيما إذا كان اللقاح آمنا أو غير آمن عن طريق لجنة طبية مختصة في تصريح للرأي قال رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الرحمن النمش قال إن قوى الفساد وراء الهجوم على الهيئة نافيا أن يكون قد طلب أو طلب منه تقديم استقالته وزير الصحة جمال الحربي أكد منح المكاتب الصحية الخارجية صلاحية إيجاد مركز طبي أو مستشفى بديل للحالات التي تأخر تحديد موعد علاجها من قبل المستشفيات المحددة للعلاج فيها وأضاف الحربي أن هذه الخطوة تتزامن مع القرارات الأخيرة الخاصة بتسهيل إجراءات العلاج بالخارج لحالات السرطان وحالات زراعة الأعضاء وحالات العناية المركزة والحالات الحرجة موضحا أن تلك الصلاحيات تدفع أو تدفع نحو تسهيل الإجراءات على المرضى بدلا من انتظار المخاطبات بين المكاتب وإدارات العلاج بالخارج ونبقى في شأن الصحي وتحديدا مع التحذيرات الطبية من عدم إعطاء الأطفال مضادات حيوية سيما في حالة إصابتهم بالأمراض الفيروسية المضادات الحيوية وخطورة تداولها دون إشراف طبي في تقرير لسحر زايد تحذيرات عديدة أطلقتها منظمة الصحة العالمية بعدم إعطاء الأطفال مضادات حيوية سيما في حال إصابتهم بالأمراض الفيروسية الطاعون، التفتيريا، الحصبة، الجدري، هذه أمراض بكتيرية ولكن الرشح أو الامفلونزة، نزلات البرد، هذه ليست أمراض بكتيرية هي عبارة عن فيروس، ما انشأها فيروس إصرار الأهل على لجوء للمضادات الحيوية دون ضوابط طبية خوفا من بعض الأعراض كارتفاع الحرارة أو الإجهاد الشديد هو في الواقع العامل الرئيسي الذي يساعد البكتيريا على تطوير أشكال جديدة أكثر مقاومة وشرسة في الوقت الذي يضعف فيه البكتيريا النافعة التي تعد من أهم خطوط الدفاع لدى الطفل لما أنا أعطي مضادات حيوية في مرض بكتيري أنا قاعد أساعد البكتيريا النافعة بقتلها للبكتيريا الضارة إذن عملية مساعدة لكن في حالة الفيروس لا المضاد حيروح يقتل البكتيريا النافعة إذن أنا قللت خطوط الدفاع اللي موجودة عندي لذلك كل الحرص إحنا نحرص كل الحرص عدم إعطاء الأطفال المضادات الحيوية وأيضا نبه على الصيادلة عدم تجويز المضادات الحيوية دون وصفة طبيب العلماء بدوا يقللون من استنتاجهم أو اكتشافاتهم للمضادات الحيوية لذلك يعني في خلال العشرين سنة القادمة لا توجد مضادات حيوية جديدة تظهر على السطح فالبكتيريا لا ما زالت مستمرة في تغيير شكلها تعد المضادات الحيوية أحد أهم الاكتشافات الطبية التي أنقذت العالم من أشرس وأقوى أنواع البكتيريا منذ اكتشافه في عشرينيات القرن الماضي ولكن في ظل العشوائية لتداول ذلك الدواء أضحى خطرا قد يهدد بقاء البشرية جمعا سحر زايد الراي رعاية وحضور سام للحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده وذلك على مسرح قصر بيان وبهذه المناسبة أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أهمية استمرار هذه المسابقة التي بلغت عامها العشرين معتبرا أن ذلك انعكاسا إيجابيا للاهتمام البالغ من قبل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وإسهاماته المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى وحرصه على نشأة جيل من أبناء الوطن على تعاليم الدين الإسلامي ومفهوم الوسطية الصحيحة عقب لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حرصة والتزامة دولة الكويت بالمعايير الدولية الخاصة بمجال حقوق الإنسان واتفق الجانبان على أهمية دعم حقوق الإنسان والشراكة القوية والمتينة مع كل المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن على هامش مشاركته في حفل السفر الإيرانية لدى البلاد بالعيد الوطني رحب نائب وزير الخارجية خالد الجار الله بتصريحات المسؤولين العراقيين الهادف إلى التهدئة بشأن ما يثار داخل العراق حول ممر خور عبدالله المائي وأوضح الجار الله أن خور عبدالله ممر مائي بين الكويت والعراق وأن ما حصل من اتفاق يخص تنظيم الملاحة وليس ترسيما للحدود مشيرا إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين أمر انتهى مع إصدار القرار الأممي 833 ومن جهة أخرى أكد الجار الله أن حوار دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران سيصب في مصلحة الطرفين ما ورد من مبادئ في ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم التدقل الشؤون الداخلية تنص على حسن الجوار تنص على احترام سيادة الدول وبالتالي هذه الأسس وهذه المبادئ الحقيقة يعني تؤكد عليها الرسالة بأن يكون الحوار المستقبلي مع إيران قائما على هذا الأساس نتوقع إن شاء الله أن يكون هناك رد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دولة الكويت أو على الرسالة التي حملها معالي النائب الأول ونتوقع إن شاء الله أن يكون رداً إيجابياً يمكن أن البناء عليه مستقبلاً جمعية التكافل لرعاية السجناء عقدت جمعيتها العمومية العادية فيما أعلن رئيس ملجس إدارة الجمعية مساعد مندني أعلن أن الجمعية قامت بمساعدة 737 حالة من السجناء والموقوفين ومن عليهم ضبط وإحضار موضحاً أنه تم صرف 570 ألف دينار خلال السنة المنصرمة كانت بفضل الله تعالى مساعدة حالات السجناء والموقوفين ومن عليهم ضبط وإحضار بلق عددهم 737 وصرفنا ما يزيد عن 570 ألف دينار مدرسة البكالوريا الأمريكية احتفلت اليوم بتكريم طلبتها الأعضاء في الجمعية الشرفية الوطنية وهي منظمة أنشئت لاستقطاب الطلب المتميزين في الدراسة ومجالات أخرى كالخدمة المجتمعية والتطوعية وتحرص مدرسة البكالوريا الأمريكية على تعزيز دور المنظمة داخل أرويقة المدرسة بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى طلبتها اليوم نحتفل بتكريم طلابنا الأعضاء في ناشنال أونر سوسايتي وهي الجمعية الشرفية الوطنية هي منظمة أنشئت في المدارس يلتحق فيها الطلاب من المرحلة الثانوية يحملوا معدل أكاديمي مرتفع ولكن حتى يبقي الطالب على عضويته في هذه المنظمة يجب أن يكون أيضا متميز في مجالات مختلفة في الخدمة المجتمعية والتطوعية في حرف مختلفة تكون له مهارات في القيادة تكون هناك أنشطة مختلفة يكون الطالب متميز فيها نحن في المدرسة البكالورية الأمريكية نرتقي بهذا النشاط ونحاول أن نعزز دور هذه المنظمة داخل المدرسة فننظم أنشطة مختلفة مع مؤسسات مختلفة في الدولة مثلا قام الطلاب بزيارة الهلال الأحمر وكان لهم دور فعال في تنظيم الكثير من الأنشطة وساعدت الأسر المتعففة قاموا بزيارة دور الرعاية مراكز المحاقين وأيضا هناك تعاون جديد مع صندوق إعانة المرضى سيقوم الطلاب أيضا بتقديم الدعم المطلوب للمرضى في الكويت مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافية قام مؤتمرا صحفيا للإعلان عن استقباله للمسرحية الغنائية الأشهر في العالم كاتس والتي تعد من أجمل الأعمال التي تم إنتاجها وتلحينها ويستقبل المركز هذه المسرحية بعد أن جالت العالم وعرضت أكثر من تسعة آلاف مرة لتصل الكويت وتعرض على المسرح الوطني استكمالا للمسيرة الثقافية التي أطلقها المركز منذ شهر أكتوبر الماضي تكلم عن كاتس من ضمن الجدول السنوي الحافل لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الموسم الأول قلنا أننا بننطلق عالميا فعن طريق البرودوي انتوتايمنت والمتعهد اللي يايبهم أنه رح نعرض لكم خلال الأيام القادمة ابتداء من غدل الأحد ست عروض على مدى أربع أيام لمسرحية كاتس هي مسرحية غنية عن التعريف وما بيأطيل أنا عليكم هالمسرحية جالت حول العالم بكل ما تعني كلمة تورينغ كبيرة ومشهورة بكل ما تعني هالكلمتين نفتخر احنا في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أنه في عمر المركز اللي أقل من أربع شهور الآن من يوم الافتتاح أن تكون عندنا هذه المسرحية العالمية اتحاد المصارف يوضح حقيقة الاختراقات تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل اهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية اتحاد مصارف الكويت نفى صحة شائعات عن قرصانة تطبيقات يستخدمها عملاء البنوك باستثناء ما أفصح عنه البنك التجاري الكويتي بشأن تعرضه لمحاولة اختراق على عدد محدود من الحسابات وبمبالغ زهيدة ونفى رئيس مجلس إدارة الاتحاد ماجد العجيل ما يتم تداوله من اختراق بعض الهاكرز لبعض التطبيقات التي يستخدمها عملاء البنوك في الدفع من حساباتهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية موضحا أن البنك التجاري اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة جميع هسابات البنك وعملائه وأكد أيضا حرص البنوك المحلية على عدم تعرض أي عميل لأي خسائر مالية بورصة الكويت أنهت تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع 49 نقطة للمؤشر السعري ونقطة وعشرين نقطة للوزني ونقطتين ونصف النقطة لمؤشر كويت 15 وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 48 مليون و400 ألف دينار كويتي سعر برميل النفط الكويتي انخفض دولارا و13 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 51 دولارا و85 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أكثر من 1% أمس مع تنامي مخزونات البنزين في الولايات المتحدة وانتعاش إنتاج النفط الصخري الأمريكي عسكر يعتذر وتيكي بديلا التفاصيل في الصفحة الرياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية أجرى النادي العربي تغييرا داخليا على الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم باختيار الصربي سيردان تيكي مساعدا لمواطنه المدير الفني ميودراغ عقب خروج المدرب الوطني أحمد عسكر من الجهاز لظروف صحية وتقدم عسكر بكتاب اعتذار إلى مجلس الإدارة لعدم تمكنه من الاستمرار مع الفريق لنهاية الموسم الجاري بسبب العارض الصحي الذي ألم به وبعد قبول اعتذار عسكر اختار مجلس الإدارة تيكي ليكون مساعدا للمدرب الصربي في الجهاز الفني ومن المقرر أن يصل المدرب الجديد خلال يومين لبدء مهمه مع الفريق وصل المنتخب الكويتي حصد المراكز الأولى في البطولة الخليجية المجمعة الخامسة للمبارزة بعد تحقيقه جميع المراكز الأولى في مسابقات المبارزة المتنوعة الثلاث في فئة الناشئين للفرق وقال رئيس الوفد الكويتي عضو الاتحاد الكويتي للمبارزة مشعل الشمالي أن المنتخب حقق المراكز الأولى والميداليات الذهبية في مسابقات فرق الـ EPA والفلوري والسابر ورغم صعوبة المنافسة وبهذه الميدالية يصبح مجموع ميداليات الذهبية التي حققها المنتخب في البطولة التي تختتم فعالياتها بعد غد الجمعة ثماني ميداليات إضافة إلى خمس فضيات وست برونزيات البقاء لله انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور لهم بإذن الله هيا حسن محمد لقرع عن عمر يناهز 24 عاما حسن غلوم حسين الفلتشاوي عن عمر يناهز 80 عاما طيبة خليفة دعيج الفهد أرملت حمد عبد الرحمن العفان عن عمر يناهز 85 عاما عبد العزيز جمعة دشتي عن عمر يناهز 62 عاما عبدالله إبراهيم محمد الشطي عن عمر يناهز 57 عاما محمد فهد حمد لذينا عن عمر يناهز 28 عاما إنا لله وإنا إليه راجعون وقبل ختام نشراتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب رايتيوب إلى اللقاء اشتركوا في القناة